اشتركوا في القناة وهو عطو معقد جدا ويحتاج لدقة متناهية للتعامل معه وان اي خطأ خلال اجراء العملية يعتبر خطأ فادحا لذلك تم ابتكار كاميرا ثلاثية الابعاد تعادنا بمستقبل انباهر لنجاح عمليات جراحة الدماغ وتبعد عن انفسنا شبح الغوف والذعر لنتعرف على هذه الكاميرا تفاصيلها وآليات عملها ومنقام بابتكارها من خلال هذا المقال بما ان الدماغ هو اهم واعقد عضوا في جسم الانسان فان العمليات الجراحية التي يخضع لها الدماغ تكون صعبة جدا ومعقدة ومخيفة حيث ان ارتكاب اي خطأ يمكن ان يوضي بحياة المريض او ان يتسبب له باعاقة او شلل ولربما يفقد المريض احد حواسه كالبصر او السمع او غيرها لذلك اتجهت ناسا نحو تطوير الادوات التي يمكن بواسطتها اجراء العمليات الجراحية للدماغ نظرا لرؤيتها بوجود تشابه بين الدماغ بتلافيفه الكثيرة وسطح القمر بسخوره المتعرجة فجاءت بفكرة ابتكار كاميرا ثلاثات الابعاد يمكنها ان تسهل عمل الاطباء المختصين بجراح الدماغ بشكل كبير يحتاج الاطباء لرؤية ادق التفاصيل عند قيامهم بعمليات جراحية لأي منطقة من مناطق الدماغ لذا فانه من شأن كاميرا صغيرة تعطي صورا ثلاثات الابعاد من داخل الدماغ ان تساعد الجراحين على رؤية المزيد من تعقيدات النسيج الذي يتعامل معه كما تساعد هذه الكاميرات على اجراء العمليات بشكل اسرع واكثر امانا يقوم الباحثون في مختبر الدفع النفاث جات برابولشن لابوراتوري التابع لوكالة ناسا في باراسادانيا كاليفورنيا بتطوير منظار مزودا بكاميرا ثلاثات الابعاد اطلق عليها اسم مارفل وهي اختصار لي مولتي انجل رير فيوينج اندسكوبيك تول اي المنظار متعدد الرؤية للزوايا الخلفية والمنظار هو الادات التي يمكنها فحص الاجزاء الداخلية للجسم يقول هاريش مانوهارا البحث الرئيسي للمشروع في مختبرات جي بي ال تم تصميم مارفل اصغر كاميرا ثلاثات الابعاد من اجل العمليات الجراحية التنظرية للدماغ ويعمل مانوهارا بالتعاون مع طبيب الجراح هراير شانيميان الذي يعمل في معهد جونجيما في لوس انجلوس وهو الذي اقترح هذا المشروع على مختبرات جي بي ال من اجل ابتكار هذه التكنولوجيا مواصفات كاميرا مارفل القطر لا يزيد عن 4 مليمترات اي ما يعادل 0.2 انش الطول حوالي 15 مليمتر اي ما يعادل 0.6 انش وتتوضع على عنقا قابلا لانحناء يمكنه الانزلاق يمينا ويسارا مع امكانية الدوران لرؤية الزاوية المتوضعة على قوسا بمقدار 120 درجة مما يصبح بمناورة عالية للمنظار تتميز العمليات الجراحية التي تتم باستخدام هذه الكاميرا الصغيرة بانها لا تحتاج لفتح منطقة جمجبة وانزالة اجزاء كبيرة منها كالعمليات التقليدية والتي تطلب ايضا البقاء لفترة اطولة في المستشفى بالاضافة الى التكلفة المرتفعة مقارنة بالعمليات التي تتم باستخدام المنظار يتم استخدام مناظر التصوير الصوتية المجسمة ذات نظام الكاميرات الثنائية في عمليات الجراحة التنظيرية في منطقة من مناطق الجسم الا ان العمليات الجراحية التي يتم اجراؤها على الدماغ تتطلب مناظر ذات حجم صغير جدا بحيث تكون اصغر من تلك المستخدمة لبقاء اجزاء الجسم ولهذا السبب تمتلك كاميرا مارفل عدسة واحدة فقط الا ان العمليات الجراحية التي يتم اجراؤها على الدماغ تتطلب مناظر ذات حجم صغير جدا تمتلك عدسة كاميرا مارفل فتحتين تحكي بهما بأبو العين لكل فتحة مرشحا لوني خاصا بها فيلتر كما يمتلك هذا النظام منبعا ضوئيا يقوم بانتاج الحزم الضوئية للالوان الستة التي تقوم المرشحات بتحسسها يقوم كل مرشح بإرسال طول الموجري الخاص بالضوئي الأحمر الأخضر والأزرق وفي الوقت نفسه يقوم بحجب الحزم الضوئية التي يتحسس لها المرشح الآخر بعد ذلك يتم دمج صورتان الوردتين من كل الفتحتين وذلك لخلق التأثير ثلاثي الأبعاد الآن وبعد أن تم توصيف النموذج المخبرية فان الخطوة التالية هي إنشاء النموذج السريرية التي يلبي متطلبات منظمة إدارة الغذاء والدور الأمريكية كما يسعى الباحثون لصغل هذه الأدات من ناحية الهندسية لتكون مناسبة للاستخدام في البيئات الطبية في العالم الحقيقي مستقبلا يمكن تزويد كاميرا مارفل بتطبيقات أخرى تسمح باستكشاف الفضاء حيث يمكن وضع كاميرا مصغرة مشابهة لهذه الكاميرا على روبوتات صغيرة بإمكانها استكشاف عوالم أخرى وتقديم مشاهد معقدة ثلاثات الأبعاد عن خصائص البيولوجية يقول مانوهارا يمكن تزويد هذه الكاميرا بأداة تقوم بوظيفة التكبير لحصول على صورا أقرب تظهر خشونة سطح الصخور وغيرها من التفاصيل المجهرية ما رأيكم بهذا الابتكار الجديد؟ هل تظنون أنه يمكن أن يصبح مستخدما بجميع عمليات جراحة الدماغ؟ وهل سيقادل الخوف والرعب الذي يشعر به كل من يخبره الأطباء أنه بحاجة لعملية جراحية في دماغه؟ نأمل أن يتوصل العلماء والباحثون إلى مزيد من هذه الابتكارات المعقدة التي تبعد عننا شبح العمليات ترجمة نانسي قنقر